حتى يتبين لهم أنه الحق نوعية ظنك بالله مؤكد ستتغير حياتك بالكامل عندما تحسن الظن بالله تبارك وتعالى حسن الظن بالله هو مصدر الطمأنين والسعادة لماذا؟ لنفرض أنني مرضت والله تبارك وتعالى يقول على لسان حبيبه خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين أي أن الله هو الذي يشفيني هذا حسن ظن بالله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب طيب الله هو الذي ينجيني من المهالك فعندما أتعرض لأي موقف صعب لا أستطيع أن أتحمله أو أتعامل معه حسن الظن بالله يقتضي أن أستيقن أن الله سينجيني يقينا ليس احتمالا بل يقينا أنه سينجيني ولكن بالطريقة التي يشاء وفي الوقت الذي يشاء وبالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى لأنه يعلم الخير ويعلم ما يصلحني وهو الذي يريد لي الخير طيب عندما يضيق الرزق الإنسان أحيانا يلجأ إلى بنك يلجأ إلى الربا يلجأ إلى القروض المرهقة التي تثقل الإنسان وتزيد من همومه وتعاسته ويفقد ثقته بمالك الملك يا أخي هذا الإله العظيم يعطي الملحدين المليارات طيب أيعجز أن يعطيني مثلا بيت صغير أو يعطيني شيء يعني ما أطلبه شيء بسيط من متاع الدنيا لا يعجز ولكن هذا الإله لا يريد لك الدنيا لا يريدك أن تنغمس بالدنيا لأنه قال في آية أخرى وهذا من حسن الظن بالله ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا لو أن رزقك بسط وانظروا هنا كلمة لعباده لم يقل للناس لعباده يعني يريد أن يشير إلى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا العباد المخلصين أو العباد المؤمنين ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض طيب إله كريم يعلم أنك ستطغى إذا أعطاك هذا الرزق وصرف عنك هذا الرزق لمصلحتك ولأنه يعلم أن هذا هو الخير طيب ألا تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى انظروا أيها الأحبة إلى حال كثير من الأغنياء ماذا يفعلون منغمسون في هذه الدنيا وفي حالة نسيان تام لإلههم الذي رزقهم طيب هل تحب أن تكون من الذين قال الله فيهم نسوا الله فنسيهم فاليوم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا هل تحب أن تكون من هؤلاء أن تكون منسيا عند الله يوم القيامة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا طيب لماذا ينزل الله تعالى بي البلاء أحيانا خوف أحيانا ظلم أحيانا مرض أحيانا ولد عاق أحيانا زوجة عاقة مشاكل الدنيا كثيرة أحيانا جار سيء أحيانا شخص مفروض عليك في العمل سيء جدا ابتليت به طيب لماذا الله عز وجل يبتليني بهذه الأنواع المتعددة من البلاء لكي يجبرني أن أقول يا رب يعني هو يريدك أن تناديه طيب أنت في حالة الرخاء والمال ستنشغل بالدنيا وتنسى الله سبحانه وتعالى وهو يريدك أن تتقرب منه بإخلاص وتناديه بإخلاص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون طيب هذا دليل على ماذا عندما يجبرك من خلال هذا البلاء المحيط بك أن تقول يا رب وتستغيث بالله وتلتج إلى الله سبحانه وتعالى طيب لماذا يفعل معك هذا بينما شخص ملحد يغضق عليه الملايين لأنه يحبك يريد لك الآخرة يريد لك السعادة والنجاة في الآخرة لأن هذه الدنيا أنت ستعيشها على أي حال يعني إذا كان معك المليارات لن تستطيع أن تأكل أكثر من كيلو لحم مثلاً كحد أقصى وإلا ستموت فإذا ما فائدة المليارات إذن أيها الأحبة الله عز وجل قال لنا في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي هذا حديث خطير جداً أحبتي في الله يعني أنت تظن أن الله لا يغفر لك بالفعل لن يغفر لك تظن أن الله يغفر لك سيغفر لك الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة قضية حسن الظن بالله تحتاج إلى ثقة بالله وعلم بالله وأن تأمل القرآن باستمرار لأنك لا تستطيع أن تحصل على حسن ظن بالله إلا إذا عرفت من هو الله ولا تستطيع أن تعرف من هو الله إلا إذا قرأت كتاب الله ولله المثل الأعلى أنا لدي شخص أريد أن أعرف عنه كل شيء يجب أن أقرأ عن حياته عن عاداته ماذا يحب ماذا يكره ماذا يفعل كيف يقضي يومه علاقاته كذا 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 أو إذا أردت أن أعرف شخصية مؤلف أقرأ كتبه كيف يفكر أنت تريد أن تتعرف على هذا الإله العظيم ولديك كتاب واحد فقط هو القرآن بالإضافة طبعا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الأساس هو القرآن طيب لم تقرأ القرآن إذن أنت لم تعرف الله وبالتالي لن يكون لديك حسن ظن بالله إلا ما رحم ربي طبعا فإذن أخي الحبيب حفظ القرآن وتدبر القرآن والتعمق في آيات الله وبخاصة الآيات التي تتحدث عن الله هل تعلم ما هو أكثر اسم ذكر في القرآن إنه اسم الله عز وجل بل أكثر كلمة تكررت في القرآن هي كلمة الله 2699 مرة إذا أضفت لها الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والبصير وأسماء الله الحسنى وأضفت لها كلمة هو مثلا هو الذي وهو الذي مرج البحرين هنا كلمة هو تعود على الله لو أضفنا كلمة هو التي تعود على الله وكلمة الذي والكلمات التي تتحدث عن الله ستجد لديك آلاف الكلمات في القرآن تتحدث عن الله فكأن هذا القرآن يخبرك من هو الله بالدرجة الأولى فإذا أردت أن تحسن ظنك بالله اقرأ القرآن تعمق في الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل وقدرته وعلمه وعظمته ومغفرته ورزقه ورحمته تعرف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبرنا عن أحب الأعمال ماذا يحب هذا الإله العظيم كيف تحسن الظن به وأنت لا تعلم ما يحب أحب الأعمال إلى الله ما هو اقرأوا الأحاديث الصلاة على وقتها ثم كذا ثم كذا إذن أيها الأحبة قراءة القرآن وقراءة الأحاديث التي تصف لنا من هو الله وتتحدث عن الله عز وجل ثم تحتاج القضية إلى ثقة بالله أن تثق بهذا الكلام وأن تقتنع به وتؤمن به وسوف تجد أن حياتك تغيرت بالكامل لماذا؟ لأنك عندما تحسن الظن بالله ستختفي الهموم عندما تمرض ستعلم أن هذا الإله يريدك أن تلجأ إليه عندما يبتلك بأمر تكرهه تعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير ويريدك أن تناديه وتلجأ إليه لأنه أعد لك أجرا عظيما في الآخرة وبالتالي ترتاح نفسيا عندما يصيبك أي مكروه ستعلم أن الله هو الذي يستطيع أن يصرف هذا الضر عنك في الوقت الذي يشاء لمصلحتك أنت فترتاح نفسيا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني مثلا أصبت فيروس كورونا أصبت بمرض أصبت بفقر بشيء تعلم أن هذا من الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين الذين يحسنون الظن بالله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق